بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه اللهم إننا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلة كثيرا يأتي إلينا سؤال عن صلة الأرحام وعن قطع الأرحام وهل أنا لا يقبل عملي بسبب خطيعة الرحم وهل أنا محروم بسبب قطيعة الرحم نقول وبالله التوفيق أن سؤال الإنسان في حد ذاته هذا دليل على تمكن الإيمان من قلبه وعلى أنه يرجو رحمة الله سبحانه وتعالى ويخشى من غضب الله سبحانه وتعالى فهذا يدل على الوازع الديني عند الإنسان في اهتمامه بهذا الأمر واهتمامه بصلة الأرحام في حد ذاته على أننا لو نظرنا في الآيات التي تتحدث عن صلة الأرحام وعن الآيات التي حزرت من قطع الأرحام وهي كثيرة كثيرة ونصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا كثيرة كثيرة وسنرى من الكلام وشروح العلماء التي تتكلم عن هذا الأمر قال الله سبحانه وتعالى والذين ينقضون عهد الله من بعد ميساقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام البخاري والإمام مسلم لا يدخل الجنة قاطع رحم أيضا وفي حديث الذي أخرجه الإمام الترمزي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعرض أعمال العباد كل جمعة مرتين مرة يوم الخميس ومرة يوم الإثنين إلا لعبد كان بينه وبين أخيه شحناء حتى يفيئ إلى بعضهما والنصوص كثيرة التي تتعلق والتي تحد من باب أولى على صلة الأرحام وعلى منع قطيعة الرحم لكن نتكلم في هل الإنسان متى يصير قاطعا للرحم ومتى لا يكون مقبولا له العمل أولا إذا استحل الإنسان هذا الأمر ولم يكن يعلم بحرمته وبلا شبهة وبلا علة ففي هذه الحالة هو يكون قاطعا للرحم أيضا الأصل في قطيعة الرحم ألا تكون على شيء دنيوي بل تكون شيء وخروي ولكن بضوابط التي حددتها الشريعة في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فليست كل قطيعة للرحم مقبولة أيضا ألا يكون الإنسان متعديا في قطعه لرحمه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاطع رحم وأيضا في الصيغة الأخرى ومشاحن فلا يكون هو الذي يبدأ بقطع الرحم أيضا على الإنسان أن يتذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الحديث الكثيرة التي تدعو إلى صلة الرحم وإلى العفو وإلى التسامح حتى يكون المجتمع آمنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يصلون أرحمهم والله أعلى وأعلم